رغم انتصار فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين لقيم العلاقة السليمة ما بين الزوجين ولكنه أخطأ في مرحلة ما وحاول يقدم بعض الجوانب الإيجابية للطلاق كأداة تحرير للزوج الطلاق مش لعبة واللي شايفه أداة حرية هزلية يبقى رجل دنيئ آه لا أنا في الحاجات دي ما بهزرش إحنا لو هنقعد كل شوية أصلا أنا نهزر لا لا ولو الكوميديا عايزة حد يربيها أنا حربيها إيه؟ حلال لي هم يعملوا نفس الفيلم وأنا حرام علي أعمل نفس النقطة؟ ده معلان إن اللحظة دي قدام القانون إن كل اللي متجاوزين في مصر اطلاق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو الفيلم المصري البعض لا يذهب للمأذون مرتين فيلم سينمائي مصري بيتعرض في السينما من بطولة أسماء كبيرة حاجة كده ما اعتقدش إن احنا شفناها من بداية كوفيد وأحدثنا بالدور عن خالد مختار مذيع مشهور لبرنامج تلفزيوني مهم بيحرص دايما على الانفراضات الملتهبة من قلب الحدث وفي أحد الانفراضات دي بيتسبب في كارثة قومية لما بالخطأ بيمسح قعدة البيانات الكاملة للمتزوجين في مصر وبيخرج في البرنامج بتاعه عشان يعلن إن كل المتزوجين في مصر أصبحوا مطلقين بما فيهم هو وامراته ثريا الببلاوي أخصائية العلاقات الزوجية اللي مش نكحة قوي في شغلها واللي دايما حسها بغيرة وتهديد من نجاح زوجها ثريا بتستغل اللي حصل عشان تحط حدود ما بينهم كثنائي عايشين مع بعض ولكنهم ما بقوش متجوزين ومضطرين إنهم يرقبوا التغيرات اللي حصلت في حياة كل الناس القريبين منهم ودخلها في حالة الفوضى فيترى إيه اللي حيحصل في 2019 في فيلم صدر تحت عنوان نادي الرجال السري كان من بطولة كريم عبدالعزيز وبيومي فؤاد وماجد الكدواني من تأليف أيمن وطار ومن إخراج خالد الحلفاوي ونجري في الزمن سنتين عشان نوصل مع بعض الفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين من بطولة كريم عبدالعزيز وبيومي فؤاد وماجد الكدواني من تأليف أيمن وطار ومن إخراج أحمد الجندي وأنا من ساعة ما شفت التريلر بتاعة البعض لا يذهب للمأذون مرتين وانا قلقان من انه يكون مجرد محاولة لاستثمار النجاح بتاعنادي الرجال السري واستثمار نجاح اي عمل في الدنيا مش هو المشكلة يا ما شفنا ده بيحصل قبل كده في السينما المحلية والسينما العالمية فريق بطولة وفريق عمل بيشتغلوا مع بعض وبيوصلوا لدرجة مرتفعة من التفاهم والتناغم بتساعدهم على النجاح فبيرجعوا تاني وتالت ورابع يشتغلوا مع بعض ويعملوا مشاريع مختلفة ونحط كام سطر كده تحت كلمة مختلفة لان فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين ما هواش مشروع مختلف هو تقريبا نفس الفيلم كمان مرة بنناقش احد الاسباب واحد الظواهر لفشل العلاقات الزوجية كمان مرة بنبني الحبكة بتاعتنا على حدث خيالي وغير منطقي ولكنه مقبول تحت مظلة الكوميديا كمان مرة بنعتمد بكثافة على ضيوف الشرف وبنرجع كمان نقلد عدد من مشاهد فيلم نادي الرجال السري وفي بعض الاحيان بنفس ادوات الكوميديا كل دا ما يعنيش ان الفيلم كان وحش او غير ممتع انا عن نفسي استمتعت بيه الى حد كبير وتحكت من قلبي في عدد معقول من المشاهد ولكنه بيفضل فيلم كاسلان وفارد على نفسه مقارنة مع فيلم بكل تأكيد افضل منه وعلى الرغم من ان بعض العناصر المكررة فضلت ممتعة لكن الاوقات اللي انا استمتعت بيها اكتر هي المحاولات المباشرة لخل اختلاف زي ان الزوجة تدخل اكتر في مركز الاحداث وزي ان ماجد الكدواني بيتحول من موقف الساذج لموقف الخبير وزي محاولات رفع نغمات الكوميديا واخذ بعض المخاطرات في بعض النكت وبالتحديد في الفصل الاول من الفيلم الفصل الاول من الفيلم هو بكل تأكيد المفضل عندي ايقاعه سريع والكوميديا بتاعته حادة مركز على تقديم الشخصيات والعلاقات وصابور جدا في تقديم الحبكة وممكن كمان يكون كان فيه افضل ضيوف شرف في الفيلم بعد تقديم الحبكة كل الخطوط الجادة وكل الخطوط الكوميدية بدأت تعاني وبدأت تقرب اكتر من نفس الفصول ونفس المشاهد بتاعت نادي الرجال السري وممكن كمان تكون الرابط من بعض المشاهد في بعض الاعمال الكوميدية الكلاسيكية الاخرى ومش بنفس درجة الشجاعة الرسالة الجادة بتاعتنا تاهد في وسط الفوضى واضطرينا في الاخر عشان نفكر المشاهد بيها اننا نلجأ لمشهد لا يخلو من التلزيق اللي هو مشهد المؤتمر اللي بنرمي من خلاله الرسالة في وش اللي بيتفرج اللي بيساعد الفيلم الى حد ما في الفصول الافتتاحية والى حد كبير في الفصول التالية هو فريق البطولة لان كلهم كانوا موفقين وكلهم كانوا في حالة كوميدية جيدة وزي ما قلت كان عندهم مساحة انهم يتحدوا طبيعتهم الكوميدية اللي احنا متعودين عليها وبالتحديد دينا الشربيني وماجد الكدواني وماجد الكدواني كما هو مؤكد وكما هو متوقع وكما هو معتاد افضل حاجة في الفيلم كريم عبدالعزيز كذلك على شوية على نغماته الكوميدية المعتادة وقدراته التمثيلية ساعدت المشاهد على انه ما ينساش اننا عندنا خط درامي مهم في وسط الكوميديا دي كلها افضل اداء شرفي في الفيلم في تقدير الشخصي صاحبه هو محمد ثروت وهو مش دور شرفي قوي هو دور قصير ولكن ظهوره متكرر البعض لا يذهب للمأذون مرتين فيلم ضريف وخروجة سينمائية لطيفة المشكلة بس لو حضراتكم شفتوا نادي الرجال السري هتحسوا ان انتو بتتفرجوا على نسخة جديدة مش محاولة لاستكمال النجاح احمد الجندي في مقعد المخرج مساعدش كتير في انه يخلق تجربة مختلفة وان كان ساعد في رفع نغمات الكوميديا وده بدوره ساعد في جعل التجربة كلها ممتعة انا حابب جدا اني اشوف نفس الفريق بيشتغل مع بعضه تاني درجة التفاهم والتناغم ما بينهم مرتفعة جدا وتحسوا كده انكم شايفين علامات الانتاجية الايجابية من شغلهم مع بعض بس اتمنى ان ده ينعكس شوية على روح التحدي ويدوروا على طريقة يعملوا بيها مشاريع فعلا مختلفة تقييمي لفيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين هو سبعة من عشرة وخليكم قاعدين بعد نزول كلمة النهاية عشان فيه لقطات لاخطاء في التصوير جمدة جدا مناقشة الحلقة ايه هي المواضيع واشكال القصص اللي تحبوا تشوفوا نفس فريق العمل بيجرب يعملها في افلام مستقبلية ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وانستجرام وبي باي